حوض سيل الأسماك في سنغافورة الذي حاز على لقب أكبر حوض أسماك في العالم يحتوي الحوض على أكثر من 800 نوع من الحيوانات البحرية التي تسبح فيما يقرب من 12 مليون جالون من المياه وينتشر نحو 100 ألف حيوان مائي في 10 مناطق مختلفة وتسعة وأربعين حوضاً يقدم هذا المركز برامج تعليم للعائلات والزوار ونشاطات يتفاعل من خلالها الزوار مع الحيوانات من بينها الدلفين مقابل مبلغ من المال يستطيع الزائر أن يحصل على فرصة نادرة للاقتراب من تلك الحيوانات الذكية والسباحة معها لكن يتعرض هذا المتحف المائي إلى انتقادات من قبل ناشطين في مجال البيئة الذين يعتقدون أن صيد الدلفين واستخدامها للعروض والترفيه أمر يجب حظره خاصة بعد موت أحد الدلفين داخل الحوض يجمع العلماء على أن اصطياد الدلفين من المحيط وأسرها داخل حوض أمر خاطئ معظم أحواض الأسماك في العالم ومن بينها المملكة المتحدة أعادت تلك الدلفين إلى المحيط هناك خمسة وعشرون دلفين يعيشون داخل هذا الحوض واستغرق الأمر عشرة أشهر لتأقلمهم مع البيئة للعملة وجهان بعض النقاد لا يحبذون فكرة استياض هذه الدلفين ووضعها في حوض مائي لكن الحقيقة أن تلك الدلفين داخل الحوض تعيش مدة أطول من رفاقها في المحيطات ويستمر الجدل حول هذه المسألة لكن مما لا شك فيه أن مشاهدة تلك الحيوانات الذكية وعروضها أمر ممتع شكرا شكرا